الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 نطاق أداء مستشعر درجة حرارة سائل المبرد ماذا يعني ذلك؟ ينطبق رمز مشكلة التشخيص التشخيصي DTC العام هذا على جميع مركبات OBD2 قد يشمل ذلك على سبيل المثال للحصر المركبات من مرسيدس، فوكسهول، نيسانا، بيم دابليو، ميني، تشيفي، مازدا، هوندا، أكورا، فورد، ألخ نظام التبريد هو جزء لا يتجزأ من نظام محرك المركبات، فهي ليست مسؤولة فقط عن مراقبة درجة حرارة المحرك الخاص بك، ولكن أيضا تنظيمها، يقوم بذلك باستخدام أنظمة، مكونات كهربائية وميكانيكية مختلفة بما في ذلك على سبيل المثال للحصر مستشعر درجة حرارة سائل التبريد، CTS، والمبرد، ومضخة المياه، والترمستات، وما إلى ذلك، تستخدم وحدة التحكم في المحرك، ACM قيم CTS لمراقبة درجة حرارة المحرك وبدوره، يمكن تنظيمه بدقة، تتطلب درجات الحرارة المختلفة مخاليط مختلفة من الهواء، الوقود، لذا من الضروري أن تعمل CTS ضمن النطاقات المطلوبة، في معظم الأوقات، تكون CTS عبارة عن مستشعرات معامل درجة الحرارة السلبية، مما يعني أن المقاومة داخل المستشعر تنخفض مع ارتفاع درجة الحرارة، سيساعدك فهم هذا بشكل كبير عند استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يقوم ACM بتنشيط P00B1 والرموز المرتبطة به عندما يراقب حالة واحدة أو مضاعفات خارج نطاق كهربائي معين داخل CTS أو دائرته، قد يكتشف ACM مشكلة غير متسقة تأتي وتذهب افتح قاوس P00B5 من تجربة يميل الجاني هنا إلى أن يكون ميكانيكيا، ضع في اعتبارك أن الأعطال الكهربائية يمكن أن تكون السبب أيضا، يتم تعيين رمز نطاق مستشعر درجة حرارة سائل تبريد مبرد جهاز استشعار المبرد P00B2 عندما يتعرف ACM على مشكلة في الأداء، أي المستشعر الذي يعمل خارج النطاق المطلوب، وهو أحد الرموز الخمسة ذات الصلة، وهي P00B1 وP00B2 وP00B3 وP00B4 وP00B5 ما مدى خطورة هذا DTC؟ سيعتبر هذا الرمز مشكلة شديدة الاعتدال، سيختلف هذا بناء على الأعراض التي تعانيها وكيف يؤثر الخلل فعليا على أداء مركباتك، حقيقة أن وظائف CTS تؤثر بشكل مباشر على خليط الهواء، الوقود في المحرك، تجعل هذه مشكلة لا تريد تركها دون مراقبة، تجاهل هذه المشكلة لفترة كافية، وقد تواجه بعض فواتير إصلاح المحرك الضخمة، مثال على مستشعر درجة حرارة سائل تبريد المبرد، ما هي بعض أعراض الكود؟ قد تشمل أعراض رمز التشخيص P00B2 ما يلي، بدء نزلات برد شديدة توقف المحرك الخامل عن العمل توقف عدد الكيلومترات المقطوعة في استهلاك الوقود عادم التدخين رائحة الوقود قراءات خطأ أو خطأ في درجة الحرارة أداء محرك ضعيف ما هي بعض الأسباب الشائعة للرمز، قد تتضمن أسباب هذا الرمز ما يلي، المبارد المعيب أو مستشعر درجة حرارة سائل التبريد، CTS، لاقة مستشعر متسخ، مسدود مستشعر أو، رينج، جاسكت ليك، كسر الأسلاك التالفة أو التالفة، مشكلة فيوز ACM، مشكلة دبوس، موصل، تآكل، الصهر، علامة تبويب القفل المكسورة، ألخ، ما هي بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها P00B2، تأكد من التحقق من نشارات الخدمات الفنية لسيارتك، يمكن أن يوفر لك الوصول إلى إصلاح معروف الوقت والمال أثناء التشخيص. الأدوات أثناء PBE، معدات الحماية الشخصية، ملاحظة، تحقق دائماً من سلامة البطارية ونظام الشحن وتسجيلها قبل إجراء المزيد من عمليات استكشاف الأخطاء وإصلاحها. الخطوة الأساسية رقم واحد أول شيء سأفعله إذا تم تعيين هذا الرمز، هو فحص مستشعر درجة حرارة سائل تبريد المبرد نفسه ابحثاً عن أي علامات واضحة للتلف، بشكل عام، يتم تركيب هذه المستشعرات في الرادياتر أو في مكان ما على طول خط خراطيم المبرد، لكني رأيتهم أيضاً مثبتين على رأس الأسطوانة نفسه بين مواقع غامضة أخرى، لذا راجع دليل الخدمة الخاص بك لمعرفة الموقع الدقيق، ملاحظة عند تشخيص إصلاح أي شيء يتضمن نظام التبريد، تأكد من ترك المحرك يبرد تماماً قبل المتابعة، الخطوة الأساسية رقم اثنان اختبر المستشعر، بالنظر إلى حقيقة أن المقاومة الداخلية داخل المستشعر تتغير فيما يتعلق بدرجة الحرارة، ستحتاج إلى مقاومة درجة حرارة مطلوبة محددة، راجع الدليل، بمجرد الحصول على المواصفات الخاصة بك، باستخدام جهاز القياس المتعدد الخاص بك، اختبر المقاومة بين دبابيس المبرد CTS، يشير أي شيء خارج النطاق المطلوب إلى جهاز استشعار معيب، استبدلها عند الضرورة، ملاحظة بمرور الوقت والتعرض للعناصر، يمكن أن يصبح بلاستيك أجهزة الاستشعار هذه هشان للغاية، انتبه إلى عدم إطلاف المواصلات عند التشخيص، الإصلاح، نصيحة أساسية هاش ثلاثة تحقق من وجود تسرب، تحقق من أن المستشعر لا يتسرب حول السدادة، قد يتسبب التسرب هنا في قراءات خاطئة أثناء إدخال الهواء في النظام، بالنسبة للجزء الأكبر، من السهل للغاية استبدال هذه الحشايات، لحظة، أرجع إلى دليل الخدمة الخاص بك لمعرفة ما هو مضاد التجمد، سائل التبريد المحدد المستخدم، يمكن أن يتسبب استخدام مضاد التجمد غير الصحيح في حدوث تآكل داخلي، لذا تأكد من شراء الأشياء المناسبة، الخطوة الأساسية رقم أربعة بالنظر إلى موقع المستشعر، انتبه بشكل خاص إلى مكان توجيه حزام CTS، تخضع هذه المستشعرات والحزام المطابق للحرارة الشديدة ناهيكة عن العناصر، تعد ذوبان الأسلاك والأسلاك من المشكلات الشائعة لهذه الأعطال، لذا قم بإصلاح أي أسلاك تالفة الخطوة الأساسية رقم خمسة تنظيف CTS، قد يكون من السهل إزالة المستشعر تماما من السيارة، إذا كان الأمر كذلك، فقد ترغب في إزالة المستشعر وفحص أي حطام، بقايا قد تؤثر على قدرة المستشعر على تلقي القراءات الصحيحة